الحوثيون يقودون عجلة القيادة بدون ميناء إيلات أسعار السيارات سترتفع بشكل كبير هكذا عنوان الصحيفة كالكاليتس الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير لها عن تأثير العمليات البحرية اليمنية على ميناء إيلات وانعكاس ذلك على تجارة السيارات في كيان العدو تؤكد الصحيفة العبرية أن ميناء إيلات لم يستقبل سيارة واحدة منذ بداية العام الجاري وتضيف أن حكومة العدو لجأت إلى ميناء حيفا كبديل لكنه لا يعوض النقص الكبير في أعداد السيارات المستوردة البيانات الصهيونية تكشف أن آخر مرة دخلت فيها سفينة تحمل سيارات إلى ميناء إيلات كانت في العشرين من نوفمبر العام الماضي وتضيف أن أكثر من 12 ألف سيارة غابت عن السوق في شهري يناير وفبراير هذا العام مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي وتذكر الصحيفة العبرية بتصريحات المدير التنفيذ لميناء إيلات جدعون جولبر الذي تحدث عن تسريح نصف العمال في الميناء باعتباره قرارا مؤلما واصفا إيلات بأنها ليست مدينة مليئة بفرص العمل بينما السياحة ميتة مضيفا أن سيراد السيارات عبر إيلات من الشرق مربحة فالسفن لا تحتاج إلى المرور عبر قناة السويس وتدفع حوالي نصف مليون دولار للسفينة الواحدة إضافة إلى أن المناخ مناسب لتخزين السيارات وتنقل الصحيفة العبرية عن نائب رئيس المبيعات المباشرة في ميناء حيفا ليورها الدار قولها إن ميناء حيفا يعاني مشكلة في مناطق تخزين السيارات وتضيف أن عمليات اليمن البحرية دفعت السفن إلى قطع رحلات طويلة ما تسبب بنفاذ بطارات السيارات الكهربائية لذلك اضطر الميناء إلى تركيب العشرات من محطات شحن السيارات الكهربائية تقول الصحيفة العبرية إن سيراد مركبة من الشرق عبر موانئ البحر الأبض المتوسط ليس بالأمر السهل ولا الرخيص اتصل السفن إلى موانئ أوروبية لتفريغ حمولتها ومن ثم إعادة إبحارها على متن سفن متجهة إلى الكيان وتنقل عن مصدر إسرائيلي في صناعة قوله إن طريقة استخدام سفينتين تمر إحداهم بخانة السويس تزيد سعر كل سيارة بمئات الدولارات مقارنة بشحنها مباشرة إلى ميناء إيلات وفي الخلاصة تؤكد الصحيفة وجود نقص كبير في السيارات وهو ما سيتضح أكثر في النصف الثاني من العام الجاري وتنقل عن مسؤول في الصناعة أنه لا بديل عن ميناء إيلات وتضيف أن المصنعين من الشرق يقللون من نطاق الإمدادات إلى إسرائيل فيما المستوردون من جانبهم لا يريدون الطلب عندما يكون الشحن باهظ الثمن وبالمحصلة فقد أصبحت أسعار السيارات الجديدة خاصة الكهربائية أكثر تكلفة في يناير الماضي بسبب الدياري الضريبية من 20 إلى 35% وفي حالة السيارات غير الكهربائية أصبحت الأسعار أكثر كلفة بسبب القفزة في تكاليف النقل مع المخاوف المتصاعدة من عزوف المستهلكين عن شراء السيارات ترجمة نانسي قنقر